مرحبا بتمنى تكونوا بخير وينما كنتوا عم تسمعوا طاقة حب طاقة كتير عالية بهيدا الشهر مش بس لأنه آخر شهر من السنة وفي تحضيرات للعيات والاحتفالات للأشخاص اللي بيحتفلوا بعيداية الميلاد ورأس السنة أو في أشخاص محمسة عم بتعيد النظر بحساباتها وبأهدافها بالقرارات اللي أخدتها ببداية السنة تشوف شو حقققت شو ما حقققت في ناس بتكون الطاقة عندها مرتفعة لأنه عندها طاقة امتالين كتير كبيرة لكل الأصاص اللي تعلمت منها أو اللي حققتها أو اللي صارت معا بحياتها خلال العام اللي مرأ في ناس فيها تكون عندها طاقة أمل كتير كبيرة للسنة الجديدة سو كل حدا طاقته مرتفعة على طريقته ومجموعة كل هيدا الطاقات بتخلي نحس إنه في سبزبات كتير عالية حولينا بالدني واستثنائيا هيدا السنة كمانا الطاقة عالية أكتر وأكتر مع كأس العالم اللي بلش من حوالها تقريبا شهر بمنتصف شهر 11 وكونه عم بيصير بالعالم العربي بحولينا يعني أو نحنا بقلب الحدث كمانا هيدا الشي بيخلينا نحس بحماس أكتر بفرح أكتر بتشجيع أكتر إن كنا من الأشخاص اللي بيشجعوا منتخبات معينة بتلعب أو منتخبات البلاد العربية اللي عم بتشارك حسب كل واحد وين هو ومين بيحب وشو بيحب يكون عم بيشجع فكله هيدا كمانا خلى الطاقة تكون كتير عالية وفيه حماس كتير كبير بغض النظر إذا كنا منحب كرة القدم أو الفوتبول أما منحب منشجع أما منشجع عنا شغف عنا حماس ما فينا نكون عم نمرق مرور الكرام حوالي هيدا الحدث اللي صار كل هيدا الشهر على قليلة فينا نكون عم نتطلع أدي فينا نكون عم نتعلم من كرة القدم كجيم أو كلعبة بحد زيتا أدي فيها إشاص تشبه طريقة حياتنا أدي فيها قصص إذا كنا اليوم عم نحكي بآخر السنة عن تحقيق الأهداف عن قداء نحنا في قصص حطيناها يمكن من قرارات جديدة ببداية العام الماضي وهلأ عم نشوف نحنا شو حققنا أو شو ما حققنا أهدافنا كيف كنا عم نشتغلها لتكون عم تنجح وتتحقق أو تصبط كلها أو في قصص تخلق عنا خيبات أمال نفس الشي بس نتطلع على الجيم ونشوف كيف عم بيصير اللعب كيف عم بيصير التحطير كيف عم بيصير الهجوم كيف عم بيصير الدفاع تكتيكة اللعبة كلها سوا الخيبة الأمل اللي بتصير وقتها يكون في خسارة أو يكون في خروج أو عدم تأهل والفرح والغبطة الكبيرة اللي بتكون وقتها يكون في تسجيل سكور أو تأهل لمراحل متقدمة أكتر من اللعبة فكله هيدا إذا هيك نتفرج عليه من بعيد منلاقي أنه في كتير قصص فينا نكون نحنا عم نتعلم منها وعم ناخد القصص الإيجابية بلزة هيدا اللعبة بجمالها وبالشغف الموجود فيها وبالشغف اللي بيكون عندهم ياللعبين من هن وصغار كل حياتهم عم بيرقدو وعم بيشتغلو وعم بيتمرنو وعم بيشتغلو على حالهم اللي يكونوا عم بيحققوا وهيدا الحلم اللي هن كتير بالنسبة لهم وبيعميلون قده كمان في علمنا أنه نحنا بمحل كل شي فينا نكون عم نحقق وبالحياة إذا عن جد عم نلحق أحلامنا بطريقة فيها نواية نظيفة ونواية صحيحة وشغف وعم نشتغل على وعلى تحقيق الهدف بالطريقة الصحيحة وبتكتيك ذكية وبتكتيك فيها ثقة وفيها إيمان كمان فينا نكون عم نحقق كتير إشياء وفينا نكون كمان عم نقبل أنه في محلات فيه إشياء فيه أخسارة وفيه إشياء فيها ربح بس هيدا شي ما بيدل إنه إذا نحنا الإخسارة معناتها نحنا أشخاص خاسرين أو نحنا فاشلين والربح يكون عم بيعليلنا الإيغو لمحلات معينة يبطلو إجرينا على الأرض ونصير عم نطلع من حالنا ونروح على محلات ما بتعود أصلا طاقتنا مرتاحة أو طاقتنا سوية أو منتظمة أو مرتاحة بجسمنا ففي كتير إشياء فينا نكون نحنا عم نتعلمها بغض النظر إذا ما نتابع أو ما نتابع أو ما نشجع أو ما نشجع اليوم عبالي كنا عم بحكي بهذه الحلقة عن شو فينا نتعلم من كرة القدم كيف نتعلم أكتر عن أهدافنا بالحياة وشو فينا نكون كمان عم نتعلم من كأس العالم على المستوى الجماعي كبشر بإنسانيتنا بتوحدنا لأنه مثل الشعار اللي كان هالسنة بكأس العالم إنه كرة القدم بتجمعنا بتخلق الفرح بتخلق السلام بتخلق البهجة هو هيدا الشي فعلا حقيقي وصحيح ولا رح كون عم بحكي عنه خلال الحلقة بهذه الفترة من السنة في كتير ناس فيها تكون عم تفرح لأنه حقاية كتير إشياء في ناس بتزعل في ناس بيصير عندها خيبة أمل في ناس بتبكي من الفرح في ناس بتبكي من الحزن في ناس بتفقد الأمل في ناس بتستسلم وفي ناس بيرجع بيصير عندها عزيمة وأمل وديترمينايشن وتصميم السياسية وعن كل الصفاءات وعن كل شي ممكن يدور حول هيدا الجيم والمحلات اللي تسياست فيها والمحلات اللي بيفوت فيها صفاءات وشراء منتخبات وقفرات أو عروض لللاعبين وكل هاي القصص ما بدي أحكي بهول التفاصيل بدي أحكي اليوم عنا كلاعب بحد ذات أبلشت يمكن بشكل كتير طبيعي وبديهة وعفوة بأن يمكن ولاد كانوا يلعبوا بطريقة معينة واتطورت وكبرت لحد ما صارت من أهم الجيمات يمكن أو أنواع الرياضة اللي هلقد فيه تسليط الضوء علي وهلقد فيه عندها أهمية وهلقد فيه ضخ أعلامي لألة وضخ أعلانات لألة ومصاري وكل شي عم بيصير حولي فأنا اللي بهمنا من كل هيدا الموضوع نطلع هي قد فيها تكون عم بتحفزنا وهي قد فيها عن جد فيها تكون عم بتساعد لهالشباب اللي عم بيلعبوا يكونوا عم بحق وحلم صغير كان عندهم يمكن كان عمرهم 7-8 سنين وهلأ وصل لمحل وعم بيلعبوا بكأس العالم فتصلية الضوء اليوم مش على شو بيصير حولا هيدا الجيم أو كيف بتتسيس أو الزواريب اللي مننا حلوة أو المظلمة بتركز عليها هي كلعبة قد فيها تفيدنا ونتعلم مننا بالحياة هيدا اللعبة بتحمل كتير من الشغف من الحب من التفاني من الحلم من الأمل من التصميم من الإصرار ومن تسجيل الأهداف تسجيل هدف بيكبر الحلم أكتر وأكتر ومع كل الخسارة بيصير فيها أو خيبة أمل بيرجع بيكبر الأمل من بعد تقبل الخسارة اللي يكون فيه بكرة أحسن وبعد بكرة أحسن وسن تجي أحسن والدورة الجاية أحسن وأحسن نفس الشي نحن بحياتنا بس نشتغل على الفيجوالايزيش وقتا نكون عم نعمل فيجن بورد أو عم نحط أهداف أو قرارات للسن الجديد ولا ثقة كتير كبيرة ولا تسليم بالآخر سارندر وتكون الإشي عم تمشي لهي لخيرنا الأعلى ولكن إحنا عم نتعلم منا حتى اللاعبين بس يكونوا على أرض الملعب بمحلات وقتا ما تصير الإشياء مثل ما هني كانوا بيرغبوا أو مثل ما الفريق أو مثل ما المنتخب أو مثل ما المدرب كمان بيرجعوا بيعيدوا النظر من بعد الجيم وبيرجعوا بيحطوا يمكنوا بيحضروا وبيرجعوا بيفندوا كل التفاصيل ليشوفوا وين أخطأوا وين كان فيه تقصير وين كان لازم يكون فيه سرعة أكتر أو سرعة أقل هجوم أكتر دفاع أقل تكتيك كيف كانت عم بتكون مشان هيك أوقات منلاقي فيه مدربين بتتغير فيه لعبين بيتغير وفيه كتير إشياء تبرم وبتتغير بهيد اللعبة لأنه كمان هي لعبة مبنية مش على لاعب واحد أو على شخص واحد من شهر كتير أو هو بارع أو هو لاعب أو هو عنده تكتيك كتير قوية أو عنده ذكة بس هو كمان مش عم بيلعب لحاله يعني الجيم هي مش بينزلوا الشباب بيلعب وبيرجدوا وراء الطابة هي مقصمة بالملعب وين الهجوم وين الدفاع وين كل واحد بيوقع في التمريرات كيف بتصير الجول كيبر وين دوره المدرب وين دوره الإصغاء للمدرب مش يكون إذا كان فيه لاعب أو لاعبان كتير قوية وكتير عندهم براعة وكتير عندهم ليون وكتير عندهم فيه فيه لاعبين أنا بلاقي من خلال مراقبة إنه الكل بيلعب والكل عنده ما في حدا لحاله عم بيركود فيه ناس عنده يمكن شيء أكتر من غير ناس بس الكل عنده فرصة يوصل لمحل معين ومثل نفس الشيء بالحياة كلنا عندنا ميزات كلنا عندنا قصص قوية فيه ناس بتبرع بالهندسة بالنجارة بالفن بالموسيقى بالتلحين بالتأليف بالكتابة بأي شيء واللي عم بيبرعوا بكل هاي المجلات فيه ناس عندهم مهارة أكتر من غيرهم فيه ناس بيأمنوا بحالهم أكتر من غيرهم وفيه ناس بيتشجعوا أكتر من غيرهم وقتا يأخطقوا أو وقتا ما يسجلوا هدف أو في محل يصير في ستباك أو راجع على وراء كمان الكل بعيد النظر نفس الشيء وبمحل كلنا بالحياة بحاجة نكون يعني عم نلعب ضمن تيم لو كنا عم نعمل قصص فردية نحن بحاجة نبرع بفرديتنا بالحياة وبالقصص اللي جايين نحققها ونفهمها عن حالنا أكتر ونبرع فيها ونشع فيها بس كمان بحاجة لفريق حولينا يكون عم بيساعدنا بغض النظر إذا هي لعبة على الأرض إن فريق عم بيركدوا مع بعض ولا نحن عنا حلب بدنا نحققه بدنا نطلب حدا يساعدنا يمكن كوتش يمكن يساعدنا أكتر نحط خطة واضحة قدامنا يمكن بحاجة لحدا يشجعنا يمكن بحاجة لحدا يسهلنا عملية هالخطة اللي نحن عم نحطها نفس الشي كله بيشبه بعضه بس بتاكتيكات مختلفة أو بطرق مختلفة فبمحل كل لعب بد يكون عنده التواضع الكافي قد ما يكون هو عم بيتقدم وعم بيبرع وعم بيشع وبد يكون عنده روح اللعب ضمن فريق مش لحاله لأنه تكون عم بيلعب لحاله في محل أنه فلانش هالجيم كله على ظهره هو اللي كان عم بيلعب الوحيد والبقية كانوا متلكئين كمان هون بدنا نقعد نرجع هن يقعدوا يرجع يشوفوا لاش كان في تقصير أو لاش كان في تلك أو لاش كان في خوف أو عدم إيمان هن ببعضهم كفريق ففي كتير قصص إذا عن جد بدنا نفندها ونتفرج عليها أو هيك نفصلها فين نكون عم نرجع نحنا نطبقها على حياتنا اليومية فكل شي منشوفه بأرض الملعب هو فعليا مش بس جيم عم نستمتع فيها وعم نفرحها وعم نتحمص وعم نهيس هي كمان مراية لكتير إشياء جواتنا وبتعلمنا كتير إشياء وتيكبر كتير الإيجو ومنعود إجرينا على الأرض ما منلاقي أنه النجاح أول شي نكهته صارت حلوة أو مستمر حيكون فترة وحيرجع يخف ويقشط بسرعة وتيكون في عدم إيمان بي ذاتنا أو في خوف أو مش واسئين من حالنا كمانا هيدا الشي نحن يخلينا يكون عم نحرص تقدم أو نجاحات أو تسجيل أهداف أو عنا رهب من فريق آخر أو من لعب آخر موجود معنا على الأرض نفس الشي متى ما تنفوت نحن على اجتماع عمل وعارفين أنه في حدا كتير مهم وكتير مشهور هو خلص كل الأضواء عليه وهو رح يعرف يعمل كل شي من نحن لننجح قدامه أو قدامه أو نبرع بس كمانا نحن عنا ميزات وعننا كتير قصص حلوة بشخصيتنا وبعلمنا وبكفائتنا وبفرديتنا كمانا وأرمانت أنه نحن نشع مطلوب مننا أنه نشع ونبرع بالحياة ما فينا نضلنا تحت رهبة بعض الأشخاص فينا نكون عم ناخد منهم عم يلهمونا لأنه نحن نشوف شو فينا نطور بحالنا ونآمن ونصد أنه كلنا فينا نبرع وكلنا فينا نشع وكلنا فينا نكون عم نوصل على مستويات حلوة لخيرنا الأعلى ولخير الجميع لأنه وقتنا نشتغل فيجوليزاشن أو تحقيق أهداف أو ريزوليوشن أو القصص اللي بتحطى الناس بآخر كل سنة ومع بداية سنة جديدة واللي عطول بنصح أنه ما نزيد على حالنا وما نحط كتير إكسبيكتيشن وتوقعات على حالنا وما نكتير يعني لما نكون عم نرجع نقص على حالنا نحط يمكن هدف واحد أو فكرة واحدة ونشوف ليش بدنا أو شو الهدف منه قديري حتساعدنا ونكون عم نعملها بنواية نظيفة ونواية مبنية على الشغف ونكون عم نشتغل يومياً بتصميم وبإسرار وبمثابرة وبديسبلين معينة لتحقيقة ونكون عم نوثق إنه في محل وينيتو سارندر إنه نستسلم ونحطها ربانية ونحطها هيكي نسمح للكون يكون عم بيشتغل معنا لنحقق الشي اللي إحنا بدنا نعمله ووقت ما يكون مقدر لإلنا نقبل إنه مش مقدر لإلنا ما يكون عنا خيبة أمال وتلك وأساوي على حالنا اليوم بس نشوف اللعيبة بالملعب وقتها عم بيبكوا وعم بينفعلوا وعم بيزعلوا بنزعل أكيد خاصة إذا ما نحب هيدا الفريق أو بلدنا اللي عم بيلعب أو اللي عم بيتأهل أو ما عم بيتأهل بدنا ننفعل بدنا نتأثر لأنه نحنا كلنا بشر بالآخر بس كمان هن بمحل ما فينوا يضلوا نعيشين كل الوقت على هيدا الاخسارة رح ياخد وقت إنه يكونوا عم بيفهموها ويستوعبوها ويسمحوا لما شعروا تطلع على برة يمكن ينفعلوا يمكن ينزعلوا كتير يمكن يفوتوا باكتئاب ما بنعرف كل واحد بالنهاية هن منهم شو عم بيحس بس بظن إنه كمان في حواليو الناس بتساعدوا بترجعوا بتشجعوا نحنا كمان نشوف إنه للمنتخبات ونطلعت لبرة وما تأهلت قد كان في قوات كلمات منا حلوة رسائل منا حلوة سياسة فاتت انقصامات فاتت فيديوات منا حقيقية نحطت على السوشال ميديا تشويه منتاج لأشياء منا حقيقية هيدا منا طريقة راقية أنا بلاقي إنه الجيم هي بالآخر هي لعبة حلوة هي لعبة بسيطة بسيطة ومعقدة بنفس الوقت فيها تجمعنا فيها تخلينا نفرح نمبسط ونتعلم إشياء كتير ونعيش اللحظة مثل ما هي ونشوف بكرة أحسن وبعد بكرة أحسن ونقبل كل شيء بالحياة فتعطينا اليوم مع كأس العالم إن كنا عم نتابع أو ما كنا عم نتابع واللي كان عم بيتابع وهيك عباله يرجع يعمل أو يطلع على حياته في كتير إشياء فينا نكون عم جد عم نتعلم إذا عم بتحطوا هلأ أهداف للسنة الجديدة تكونوا عم تتذكروا إنه بمحلات بدنا نخطط بدنا نحلم بدنا نآمن بحالنا بدنا نخطط بدنا نشوف مين الفريق اللي حوالينا فيه ساعدنا وين لازم نحنا نبادر أكتر وين لازم يكون عنا هجوم بس بطريقة بروية وين لازم يكون عنا دفاع عن أحلامنا وعن خططنا ومش نخلي حدا نكسر لنا بأحلامنا وين لازم نتجرق ونقرب فاش خلع قدام وأي لحظة هي اللحظة اللي فينا نختنمها لتحقيق هيدا الهدف أو تسجيل هيدا الهدف منذ ما كنا اللي عم نقذ غيرنا ولا عم نعمل شي للإيغو تبعولنا عم نعمل شي لشغف عننا وحب عننا وإيمان إنه هالهدف اللي نحنا حاطينه رح يكون لخيرنا ولخير الجميع فبلاقي إنه كتير كرة القدم به هاد التكتيك اللي موجودة وبطريقة اللعب وتوزيع والتمرير وقال له ما كان فيه كوتش بيكون عم بيدرب فيه كل واحد لعبي قول أنا قوي بيعرف إلعاب ومننزل نلعب بحاجة لتنظيم بحاجة لك فيه يكون قائد عم بي لكابتن على الأرض لحدا يكون عم بيدير اللعبة وعم بيعطي تعليمات وتوجهات لأنه حتى بس يكونوا هني ضمن اللعبة والمدرب عم بيقشع عم نبعيد عم بيرجع يعطي تعليمات عم بيرجع بيعرف مين يدهر مين يفويت شو التاكتيكات اللي بتصير لأنه عم بيشوف الصورة الأكبر ونحن وقات بحياتنا بحاجة نرجع لحدا يقلنا حاسين حالنا بمقصق علقانين بالنص مع بيمشي هيدا الهدف بلوكت أو ستاك بمحل بنستشير حدا باختصاص معي يعني يساعدنا نشوف الصورة الأكبر وان نخفف وان نزيد وان نمرر وان نطلب مساعدة وان نكون مرينين وان نتجرق ونقرب لقدام فهيدي شغلة كتير مهمة فينا عن جد نكون نحن عم نتعلمها بيذكرني بتذكرني كرة القدم أو هلأ يعني كأس العالم أنا عم بحضر بكل هيدا الفترة شوي بتذكرني بالمدرسة وقتا يكون في طلاب أو بالجامعة في ناس كتير شاطرة في ناس كتير عندها مهارات وعندها كفاءات بس أوقات بيتم تسليط الضوء على شخص واحد أو على شخصين من كل المجموعة أو من كل الصف هن البارعين وهن اللامعين مش معناته هن منهم بارعين ولعيمين وشاطرين وعندهم يمكن زكاء وعندهم تمييز وعندهم عندهم مهارات يعني هيك الله عطيهم موهب كتير عالي وعارفين عم بيكونوا عم بيستغلوها بطريقة صح وبطريقة لخيرهم الأعلى بس المهم أنه ما يكون فيه بتعاطي اللي بيصير مع النظام الأكاديمي بالمدارس وبالجامعات أنه هن الاثنان ثلاثة أو هيدا الشخص هن بس البارعين والباقية ما بيطلع من أمرون شي فنحن بهذه الطريقة منكون عم نربج جيل وعم نكبر جيل أنه بس أنت ما فيك تكون ضمن مجموعة وأنت كتير شاطر ومنصير عم منكبر له كتير براسه أو براسه بيوصلوا لمرحلة وقت بدون يشتغلوا بالحياة ما بيعرف يكونوا بيتيم ما بيعرف يكونوا بفريق لأنه بدوا يكونوا هن المتصلتين وهن اللي بيعرفوا كل شي وهن الناجحين في ناس عندها بشخصيتها وبتباعها وببرجة هي فيها تكون ليدر أو قائد بس كمان لأن نكون نحن ليدر أو قائد أو كابتن كتير بارعين بدنا نعرف كيف نشتغل ضمن مجموعة بالآخر لأنه ما في حدا لحاله وإلا كل حدا بينزل بيركد لحاله بالملعب وبيكب الطابع ونحن بالحياة منظلنا عم نركض لحالنا حتى لو البزنس تبعولنا والشغل اللي إلنا نحن لحالنا منشتغل فيه في محل نحن بالآخر ضمن مجموعة ضمن في حدا عم بيساعدنا لنكمل الشي اللي عم نعمله أنا إذا اليوم عم بيشتغل لحالي أنا بجلسات استشارية أو علاجية أوكي أنا مش بشركة مش في مدير مش في حدا عم بينظم لوقتي عم نظم كل شي بس أنا لحالي بلا الشخص اللي عم يطلب مساعدتي ماني عم بحقق هدف ماني عم بحقق شغل ماني عم بحقق نجاح معين بإني أكون عم بساعد وأنا عم بتساعد أي حدا إذا عم بيخطط عم بيرسم عم بيشتغل بهندسة معينة بجرافيك ديزاين بموسيقى في محل بد يرجع يستشير حدا يساعده يسجله حدا يساعده ينشرله يطبع له يكتب له كلنا بحاجة لفريق إن كان كبير أو صغير لنكون عم نلعب ضمن مجموعة بالحياة وبالآخر وقت كل البراعة والشطارة والنجاح عم بيصير نعطي كردت للكل مش بس لشخص واحد لو هو الوجه أو هو الواجهة أو هو اللي لعب كتير وحط كتير وحط مجهود كتير بس كمان نحنا منا نطلع على الكل كيف كانوا عم بيركدوا وعم بيلعبوا ونحنا بحياتنا الكل اللي يساعدونا نوصل للمرحلة اللي نحنا فيها أو لتحقيق الهدف لو من شغلة كتير صغيرة لأكبر شغلة نحنا عملناها بهالبروجيكت أو بهالمشروع اللي نحنا عم نشتغل عليه من هكي بلاقي إنه كمان شوي في قصص فينا نتعلمها وقتها بس بيصير الفريق باسم شخص إنه الفريق البرازيلي بس نيمار الفريق الارجنتيني بس ماسي الفريق البرتجالي بس كريستيانو رونالدو الفريق المغرب بس حكيمي مثلا أو الفريق السعودي بس سالم لأ فيه أشخاص فيه كتير شباب اللعبة حلو أنا هالسنة تبعت اللي يمكن من ال2006 ما بطلت أحضر مباراة كأس العالم بطبيعة شغلة وقتها كنت أشتغل بعدني بالتفي ما كان معي وقت وسميلي ما كان معي وقت ويمكن فيه فترة خفحة مثلا مبارايات كأس العالم بس هاي دي السنة كان عندي الفرصة أني أحضر كتير مبارايات وخاصة المرأة علي جمعة كان عندي رشح فكنت قاعدة عم برتاح وعم بحضر كتير قصص عم بحضر بنوضوج مختلف أكتر عم رائعي بطريقة اللعب عم رائعي بالبادي لانجويج أو لغة الجسد عم بتطلع على كمان الطابع الإنساني عند كل حدا من اللعيبة عم بشوف ناس أنا ما كنت بعرفهم بالأسامة بس ولا مرة شفت لهم لعبهم على أقراض كيف وعم شوف كتير ناس ميكن الإعلام منه مسلط الضوء عليها أو منه مشهورة كفاية أو مش يأخذ حيز الإعلانات الكبير مش لأنه منه كفو أو منه شاطرة بس لأنه كمان ما ننسى أنه فيه سيستم كمان كيف بيمشي وعلى مين بيسلط الضوء ومين بيجيب كمان ما تخول أكتر وربح أكتر مش معناتها عم بقلل من أهمية الأسماء اللي ذاكرتها لأنه هني لعبين كتير قوية هني وغيرهم إذا بدي أسكر الكلمة بخلص من كتير فرق إن كانت عربية ولا فرق أجنبية في كتير ناس كانت بارزة ولامعة وبالآخر برجع بقول هو تسأتيم فيه فريق عم بيلعب وبدو يكون فيه ثقة كمان هني كيف عم بيلعب وما بعض كيف عم بيمرروا لبعض وهني كمان يكونوا واثقين بحالهم كمان ما يكون فيه أو فيه ترهيب عم بيصير لأنه فيه هيدا اللاعب أو هيدا الفريق أو نفوت على الجيم خلص معروف إن هيدا الفريق هو العطول بحق الألقاب أو هيدا اللاعب كتير قوي معناتها نحن عم نلعب لو بروفايل نحن عم نقلل من أهميتنا عم نعطي الأهمية بس للمشاهير أو للقواية بالوقت اللي وقت الشخص يكون وصل لهيدا المرحلة يكون عم بيلعب بكأس العالم يعني شخص شو ما كان عمره شو ما كان تخبرته شو ما كان مشهور أو غير مشهور يعني عنده شي مميز خليه يكون عم يوصل لهون فنحن نفس الشي بالحياة نكون عم نوسق بحالنا عم نتميز ووقت نكون نحن بمحلات بمدارس أو بجامعات كتربويين كإداريين ما نحط بس ضوء على شخص واحد حتى بالعيل بس نكون عم نربي أولادنا أنه بس ابن الكبير هو الشاطر بنت الصغيرة هي القوية ما نحط لابلز ما نحط نعطيهم أهمية نشجعهم وبالحياة وكمان ما نكون عم بس نضوء إيقو هيدا الشي بساعد للكل يكون عم ينجح بشكل متساوي بالحياة وبيرجع بعدين آخر تنهار لكل شخص هو كيف قادر يختنم الفرص لأنه فيه ناس بيتقدم لها كتير فرص بس هي ما بتآمن بحالها يمكن لأنه ما نمثي حدا نآمن فيها هي وصغيرة يمكن لأنه ما حدا نشجعها فمنلاقي كمان هون فيه ناس قادرة كتير تبرع وتلمع ويتضوى كل الأضواء اللي تكون عليها وفيه ناس كتير شاطرة بس ما كمان ما عم تاخد حصتها أنه يكون فيه الإضاءة أو النور أو الأعلام أو الشهرة كمان كتير عليها وآخرة النهار يمكن الشهرة حلوة ونكون تحت الأضواء شي كتير حلو بس كمان فيه لعبة وفيه فريق عم بيصير وفيه أهداف هي لمصلحة الفريق والمنتخب والبلد وفرحة أنه نحنا ربحنا مما كان البلد اللي عم بيربح فنفس الشي نحنا بحياتنا مش نكون عم نشتغل لحالنا ومش نكون عم نحقق بس بدنا نحقق الهدف للإيغو تابعولنا أولا نتشاوف أو لأنه وصلنا لمرحلة كتير متقدمة خلاص ما بقى رفضين نتعلم أو نتطور أو نشتغل على حالنا أو نعيد الحسابات أو نشوف ونأخطأنا كمان بمحل هون ما منعود عم نتطور ولا عم نتقدم بالحياة على قدمة الأشخاص اللي برعوا اللي ممكن صارت أساميهم الصورة بعالم كورة القضم إن كان مارادونا إن كان بلين إن كان رونالدو رونالدينو بوفون مالديني باجيو في كتير لعبين هلأ مش قادرة أتذكر كل الأسامي بس لأنا فقتلهم على القليلة أنا اللي ربيت على أساميهم كمان عم نشوف هلأ كتير ناس هلأ بالمؤخرة ممكن آخر عشر ستين أو آخر عشرين سنة كمان لأنه في مرحلة وقتا يكبروا اللعيبة ويزيحوا عجل في جيل جديد بدو يطلع هلأ آمنوا بحالهم ودلهم عم بيتمرنوا ودلهم عم بيشتغلوا على حالهم وفي ناس بمحل وصلت لمرحلة يمكن ما كان في متابعة حولي أو حاسة حالة خلاص وصلت للقمة وصلت للشهرة راحت على محلات يمكن إزية حالة يمكن راحت على الإدمان يمكن راحت على أهملت حالة أهملت جسمها أهملت القوة الرياضية عندها أهملت كتير إشياء بقية إسمة أسطورة بس يمكن حياتهم ما بقى بتتماشى أو بتتناغم مع كرة القدم أو مع مهارات كرة القدم هيدا الشي بيصير بكل مجال مش بس بكرة القدم بيصير بالفن منشوفه كتير بعالم الموسيقى منشوفه كتير بعالم الشهرة بشكل عام وقتا في أشخاص بيطلعوا بطلعة قوية كتير بسرعة وبيكون عندهم صوت كتير حلو بيكون عندهم مهارات وبيكون في فريق أحواليون بس بمحال في شيء معين خاصة بالإيغو يا الإيغو المجروح يا طاقة الزكورة أو طاقة الأنوس المنى متناغمة يا بيقصص من الطفولة جاية يا بيقصص معين كانت هالشهرة وهالنجاح وهالمال كله وهالأضواء كله عم بتعبية وفي محل في جروحات منى مشفية بيرجع الجروحات هي اللي بتسركون عم بتسيطر عليهم وعم بتخليهم بمحال يتراجعوا لورا بدل ما يكونوا عم بيتطوروا لقدام أو عم بيحافظوا على الاستقرار اللي وصلوله حتى لو بتعدوا عن الأضواء أو عن الشهرة أو عن الرياضة أو عن الفن أو حتى شو ما كان هو المجال كمانا تكون نحنا نتذكر هيدا الشي بمحلات كتير بحياتنا نحنا كأشخاص عاديين أو كأشخاص عم نعيش بهذا الدني كلنا بمحلات فيكون عنا جروحاتنا وأوجاعنا كلنا بمحلات في كتير ناس بتروح للإدمان شاطرة كتير بحياتها وعندها كتير potential وعندها كتير مهارات بس كمان عنده أوجاع يمكن ما عم بتعرف تطلب المساعد يمكن ما عم بتعرف تعمل توازن بحياتها يمكن بعدها هالجروحات عم بتأثر فيها منلاقي إنه في كتير ناس فركشت كل حياتها وتخلت عن أحلامها وخربطت كتير إشا بحياتها وراحت على الإدمان رحت على الاستسلام رحت على الاكتئاب رحت على الانتحار هيدا الشي منلاقيه وينما كان فعلى قد ما فيه أسماء فيها تكون أسطورة بكتير مجلات معين وبيقرة القدم كمان هيدا الشي منلاقيه نحنا وينما كان حولينا بالحياة فيكون عنا عطول الرأسة إنه ما نحكم إنه فلان لكي فخرب حاله وفلان شو عمل بحياته وهيدا الشخص وهيدا يعني ما فينا نكون عم نحكم على أي حدا لأن ما منعرف قصتهم ما منعرف شو فيه بحياتهم أوقات منقول إنه شو بدهم أحلى من هيك وصلوا للنجومية وللشهرة وأقوى لاعبين بالدني وخربوا حياتهم أو تغيرت قصص بحياتهم ما منعرف عند كل حدا شو هي قصة حياته ما فينا نكون عم نحكم ما فينا نكون عم نحكم ما فينا نكون عم نحط إسقطات معينة فينا كمان نجرب نشوف نحنا شو فينا نتعلم هني بيذكرونا بشو بحياتنا ما فينا نكون عم نوار شايمي أو عم نحط قصص ملنا حلوة بحقهم أو مذلة بحقهم أو نحط قصص ملنا حقيقية أو نعمل شارع على السوشال ميديا كمان لقصص من حياتهم الخاصة مش عارفين إذا صح ولا ملنا صح لأنه على السوشال ميديا ما فيه دقة بكل شي ما نكون عم ناس اللي مثل ما إحنا بحياتنا أو وقتها ما نحقق هدف معين أو نفشل بالشي معين ما كتير بحب كل ما يتفشل بس يمكن ما نحقق الشي اللي نحنا كنا حاطين براسنا نحققه مش معناتها نحنا فشلين مش معناتها نحنا هيدا هي إيمتنا الذاتية وقفت هون ما منحب حدا نيقص علينا ما منحب نحنا نيقص على حالنا ولو أوقات نحنا اللي منيقص على حالنا فنفس الشي نقبل أن يكون عنا رحمة تجاه غيرنا أنكالو مشاهير أو غير مشاهير ما نكون عم نحط كتير ضغوطات وبرشر عليهم وعم نلومون نحنا قاعدين بالبيت عم ننظر كيف يوني يعملوا هيك ولا كيف يوني يعملوا هيك ما حدا محل حدا نحنا شو فينا نتعلم دي حياتنا ما حل ما نحنا كيف نحرك حياتنا بطريقة مختلفة لنكون نحنا أكتر مرتحين وعايشين بطريقة متناغمة أكتر وأكتر فينا كل كمان عم نتعلم بكرة القدم أنه نعيش اللحظة مثل ما هي أنه نحتفل بحالنا أنه نسمح للطفل الداخل اللي فينا يتفاعل مثل ما بنشوف أوقات المشجعين بيلبسوا تياب غريبة عجيبة بيضهن وشعراتهم بيحطوا ألوان على وجههم بيرقصوا بينفعلوا بيغنوا بيطلعوا من حالهم بيكونوا عم بعيشوا هالطفل الداخل اللي جوايتهم من كترة حماسهم وشغفهم وتجيعهم في ناس فيها تشوف أنه شو هالزغر العقل أو شو هالهبل أو ما بدها الأدية في ناس بتنفعل بالشكل المعاكس تماما بتروح للغضب وللتكسير بس فريقة أو الفريق اللي عم تشجع يكونوا عم بيخسر في ناس بتبكي كتير وبتزعل في ناس بتروح بفرحها لحد الاحتفال بكل الطرق الممكنة كل شي حلو وفيه فرح وفيه ما فيه أزيلة الغير هو لحظة حلوة وفينا نكون عم نعيش وعم نتحمص وعم نشجع مثل ما نحنا منرتاح طالما ما عم نقذ غيرنا طالما ما عم نكسر ما عم نستعمل إطلاق النار ما عم نتعدى على أغراض غيرنا ومتلكات غيرنا كفشة خلق أو كاحتفال كمانا هايدي شغلة كتير مهمة نتعلمها أنه نرجع نتذكر كمانا أنه هي بالآخر هايدي مباراة فينا نعبر فينا نتحمص بس في حدود معينة بدنا نوقف عنده نفس الشي بحياتنا الشخصية أنه نقبل نحتفل بنجاحاتنا نعيش اللحظة نفرح نبكي من الفرح أو نبكي من الحزن إذا كنا بحاجة نبكي اليوم باش عم نشوف الشباب وقتا عم يتخذ لهم لقطات في ناس كتير عم تنتقد أنه ولاء ورجاله عم بيبكي مع أول نيمار عم بيبكي مع أول رونالده عم بيبكي مع أول ما بعرف مين بالنهاية إذا بترجعوا لحلقة طاقة الزكورة اللي حكيينت فيها من جماعتين ثلاثة هن بالآخر بشر وفيهن يكونوا عم بيزعلوا وحقهم أن يكونوا عم بيزعلوا وفيه عندهم خيمة أمل وصح أن يكونوا عم بيبكوا وصح يكونوا عم بيرقسوا وعم بيحتفلوا وعم بعيشوا الطفل الداخل اللي جواتهم عم بيخلوا يطلع لبرة ويحتفل وعم بيكونوا هن سويين مع مشاعرهم فيمكن هذا الشيء بيعلمنا لأنه عم نشوف هلأ أكتر أنه فيه شبابة عم تبكي إنه سوكي يكونوا عم بيبكي وأنا شخصيا حدا كتير بيتفاعل يعني بيصير عم شوفهم كأنهم صبيان صغار إن كانوا عم يفرحوا وينطوا على بعضه ويبتهجوا وقتا يسجلوا سكار معين أو وقتا يسجلوا جول أو هدف كتير هيك بيحس بفرحهم وقتاك شوف أنه معم بيتأهلوا أو خسروا أو الخيبة الأمل والبكة كمان كتير بتأثر لدرجة يعني بيصير بمحال كأنه بينجوا بديههم كلهم يربحوا بس أنا عارفة هي وفيه فريق واحد بالآخر بده يوصل بس كان عم بيكون عندي تعاطف مع الكل أنا عم بتطلع وعم شوف بعيون كل حدم منهم للشباب في حلم طفل صغير في عيون ولد صغير في مسئولية في ضغط في منتخبهم شو منستنزل منهم المسئولية بلدهم عائلتهم أولادهم معهم بالملعب عيالهم معهم بالملعب الناس اللي احتفلت مع أمهاتها الناس اللي احتفلت مع أطفالها بكل مرحلة كيف كانت عم بتطور المراحل كأس العالم المباريات فكلهم في لحظات كانت كتير حلوة في لحظات كانت كتير فيها أسع وحزن It's okay It's allowed It's okay لأنه لكلهم جزء من الحياة وبس نشوفهم قدامنا بهذه الطريقة منصير كمان نحن نروقفين مع حالنا أكتر يعني بمحال أنا كتير بتذكر أنه سواريز بمنتخب أوروغوي كيف كان عم يبكي وقد كان عن جد محال عن جد وجع لي قلب كتير من جوا وممكن كان عم بيغمروا ولاده ولاده كيف كانوا عم بيبكوا كل فريق من كل الفرق اللي كانت فرق عربية ولا فرق أجنبية كانوا عم بيخسروا عم بيبكوا أو عم بيزعلوا أو عم بينفعلوا بطريقة معينة كنت عم بحس يعني بهالطاقة طبعولون وعم بحس بهالحلم أو بهالشغف الكبير اللي عنده نياه كيف عم بيحسوا بخيبة أمل من جوا ونفس الشي نحن فينا كل واحد على سكيل تابعوله بالحياة وقتها نخسر شي معين أو ما نحقق شي معين قد فينا ننفعل ونبكي ونتضيق ونتأثر وقت نحس إنه في ضغوطات علينا العيلة كاتت مستنظرة منا شي شريك حياتنا شركتنا اللي منشتغل فيها ولادنا نحن شو مستنظرين من حالنا كمان فينا نكون عم نتعلم إنه أوكي في كل هالدن مستنظرة منا ونحن مستنظرين من حالنا بس جي وصار بدنا نقبله بدنا نطلع مشاعرنا لبرة نقبل اللي صار نشتغل شوي شوي على حالنا نكون عم نرجع نطلع تدريجيا ونعيد النظر وين كان فينا نصلح أو شو فينا نصحح لبعدنا فكمان بلاقي إنه نعيش اللحظة الفرح مثل ما هي هي كتير حلوة ونعيش لحظة الحزر مثل ما هي هي كتير مهمة ليكونوا هن الشباب متوازنين مع حالهم واللي عم بيشجعوا أو نحن إذا ما نطبق هذا الشي على حياتنا نكون متوازنين مع حالنا مباراة كأس العالم أو مباراة حياة لمباراة رياضية بس اليوم عم نحكي عن كأس العالم وعن الفوتبول بتذكرنا قدام هم الروح الرياضية بحياتنا قدام هم التقبل ما نكون عم نزرق للآخرين بطريقة جارحة ونكون نحن عم نقبل وعم نفرح لغيرنا وعم نبارك لغيرنا يعني كمان اللقاطات اللي كنا عم نشوف فيها اللاعبين كيف عم بيرجعوا يروحوا يهنوا بعضهم بغض النظر يعني أي فريق اللي عم بيظهر لبرة عم نشوف لأنه في كمان منهم بيلعبوا بمنتخبات بالشامبيونز ليج بيلعبوا مع بعضهم بغير فرق مش بس بمنتخب بلدهم في منهم أصدقاء مع بعض في منهم صحبة مع بعض وفي منهم ما بيعرفوا بعض أبدا يمكن أول مرة بيشوفوا بعضهم كيف عم بيرجعوا يباركوا يعني الفريق اللي خسران عم بيكون عم بيرجع يبارك والفريق اللي نجح عم بيرجع يواسي يعني في كتير لقطات في كتير مباريات شفنا ناس عم بتواسي بعضها وناس عم بتغمر بعضها هيدا الشي بيخلينا نتشجع إنه نحنا بالحياة حتى وقتا يكون في ربح وخسارة فينا نكون نحنا حد بعض وعم نساعد بعض وعم ندعم بعض ونحنا نكون عم ندعم حالنا من جوا إنه It's okay It's okay في بكرة أحسن فينا نتعلم أكتر فينا نشتغل على حالنا أكتر وفينا نقبل ومش آخر الدنيا إذا كنا خسرنا نحنا لو شو ما كانت ضغطة اللي محطوطة علينا الروحة الرياضية كمان كتير مهمة نفرح لغيرنا ونقبل اللي عم بيصير معنا مثلا بآخر مبارات اللي صارت بين المغرب وفرنسا اللي صارت من يومين بالآخر يعني أنا هيك كيف كان اللاعب الفرنسي مبابي مع حكيمة اللاعب المغرب بغض النظر إنه هن بيلعبوا مع بعضهم بفريق تاني بعيدا عن المنتخبات البلدهم كيف بقيوا عم بيواسوا بعضهم وكيف بقيوا عم بيغمروا بعضهم وحتى يعني من بعد ما خلصت الجيم كنت عم بشوف فيديوز قعدوا مع بعضهم ورا يعني خارج الملعب وضلوا بالكأنه اللاعب الفرنسي عم بي واسي لللاعب المغرب أو عم بيشجعوا وحتى تبادلوا أمصان بعضهم بالوقت اللي يمكن شفنا بمحلات معينة كان في ناس عم تزرق لبعضها أو عم صار في أزية معينة أو صار في انتقامات معينة فوقتا نشوف إنه اللاعبين هن قادرين يكونوا عندهم ريح ريادي وهن يتقبلوا هن عم بيواسوا بعضهم أو حتى ممكن وقتا يزعلوا مع بعض بنفس اللحظة لأنه منفعلين لأنه منضيقين يمكن تاني نهار وثلاثة نهار يرجعوا يكونوا كتير صحبة مع بعض بذكرنا كمان أنه نحن ما نعطي أكتر مع الموضوع بيستحق وما ننفعل أكتر من الموضوع بيستحق وكمان بالقصص اللي فينا نطبقها على حياتنا وقتا نشوف إنه حدا تاني غيرنا أخد هدف معين أو سجل هدف معين وأخد مرتبة أولى وأخد شيء تاني بالحياة نعرف نفرح له للحياة تعطينا لألنا أكتر وأكتر ونشوف نحن شوفينا نكون عم نصحح أكتر بحياتنا ونقبل إذا كنا بمرتبة تانية ولا تالت بآخرة النهار هاي دي قصص المجتمع بيحطى الأنظمة بتحطى طريقة اللعب طريقة تنظيم الشركات المؤسسات اللعبة الفيفا على أي شيء فيكن طبقوا بحياتكم بس آخرة النهار بينكم من حالكم إمتكن الذاتية هي أنتو أحلامكم وشغفكم وقيمكم هي اللي بتخليكم تحددوا من أنتو مش الخسارة والربح في جملة كتير حلوة قال اللاعب البرازيلة هلا أكيد بطل عم بيلعب وأكيد كتير مشهور ولامع وبارع كاكا بس قال لفتتنا قريطة شي محل أنه أنا بآخرة النهار ما بيهمني ولادي يشوفوا حالهم بيبي أنه بيهم كان لاعب كتير مشهور وأوي وشاطر بهمني أنه يكونوا عم بيشوفوا أنه بيهم كبي موجود بحياة أنه بي ناجح مش لاعب ناجح أدي هيدا الشي كمان فيه نضج وأدي فيه حقيقة فكل هيدا الشي اللي عم بيعيشوا كل اللاعبين حلو وأحلامنا وطموحات أنه نحنا كل حدا منا أحلامنا وطموحاتنا بس آخر شي نتذكر أنه شو ما واجهنا بحياتنا قيمتنا الذاتية بتضل جواتنا وفينا نكون عم نطور حالنا كل يوم بالحياة وكل يوم فيه فرصة تانية وكل يوم فيه يكون بكرة أحلى من المبارح فالركيب التعاطي مع بعضنا كمان كتير مهم عم نتعلم من كأس العالم أنه كلنا واحد برجع بقول يمكن أنه الشعار كان أنه الكرة بتجمعنا الكرة بتوحدنا بتعطينا سلام بتعطينا حب فيها فرح وقت الكل يكونوا عم بيصرخوا بلاحظة تسجيل الهدف ويبكوا من الفرح اللي موجودين بالملعب ولي ببلادهم عم بيحضروا ولي ببيوتهم عم بيحضروا الكل عم بينط يمكن عن المقعد أو عن الكنباية وعم بيفرح وعم بيبكي من الفرح أو يبكي عم بيحتفل بفرح هيدا لحظة طاقة واحدة عم تجمع الكل ففينا نكون عم نتذكر أنه كلنا واحد مما كنا منشجع وإذا حدا بيشجع فريق نحن ما منحبه وما ضروري نكون عم نتعامل مع بعض بطريقة منا لايقة وما ضروري إذا حدا عم بيشجع فريق أجنب نعتبره أنه هو مع الاستعمار ولا هو مع النازية ولا هو مع الفاشية كل واحد اخرة النهار بنقق اللي بيحبه الفريق اللي بيشوفه أحسن بنظره الفريق اللي بيشوف أنه عنده تاريخ أقوى يمكن الفريق اللي بيعنيوله اللاعبين بيعنيوله ماضي هيدا الفريق يمكن عبر التاريخ كل حدا نحر ميني نققي فما يكون نحن عم نحط هيك تزريكات لبعض أو نحط اسقطات على بعض إذا شجعنا فلان ولا شجعنا فلان كمان هيك في كتير إشي شفتها على السوشال ميديا وقتها صار فيه أنه مثل كأنه نحن كتير كنت مبسوطة بالدول العربية اللي عم تلعب اللي عم تربح وكتير كنت مبسوطة بيلعبين كتير بارعين وكتير حلوين وكتير كانوا هيك من قلبهم عم بيلعبو إن كان المنتخب المملكة العربية السعودية ولا المغرب ولا تونس ولا قطر كان فيه عند كل حدا مجهود عم بيحطه كان فيه حلم عم بيصير حقيقة أنه عم بيكونوا بكأس العالم بيمكن حلم من الطفولة حلم كتير صغير لصار حقيقة هلقد كبر وحققه صار حقيقة بعيونهم كان فيه فرح كان فيه تحدي كان فيه إصرار كان فيه تصميم هيدا شي كتير حلو وبظن كلنا كنا عم نفرح وعم ننبسط للمنتخبات العربية اللي عم تتأهل أو عم تتقدم نتذكر ع طول إنه كلنا واحد مش بس تخلص المباراة أو يخلص كأس العالم نقول إنه خلاص كل واحد يرجع يتقوقع ويرجع كل واحد يسكر على التالي ونقصم بعضنا أو إن كانت المنتخبات الأجنبية أو الأوروبية أو الأمريكية أو اللي هي نرجع نتذكر إنه هي لعبة واللعبة هاي عم تجمعنا وبالآخر ما في حدود بيناتنا عن جد كلنا واحد ونحن بيحاجة من بعد كل هالحروب اللي عم بيقطع فيها الدنيا والتقسيمات اللي صارت وهيدا البلد وهيدا كل البلد ومن بعد كوفيد سنتين كل الناس معزولة الكل كان نقاعدين مع بعضهم إن كان بالملاعب أو ببيوتهم أو بالمقاهي أو وين ما عم بيحضروا الناس كلها عم بتنطوا عم بتفرح وعم ترقص وعم محتك ببعض ونسيو كوفيد ونسيو كل شي لأنه في طاقة حلوة في فرح وفي حماس كمانا نتذكر هيدا الإشياء ما ننسيها بس يخلص الكأس العالم ونرجع كل واحد يتكوكع بحاله ويسكر على حاله نفرح نعيش اللحظة نفرح لبعض نبارك لبعض ونشوف كمانا نحنا بحياتنا قد فينا تكون استفدنا من هيدا الشي لعن جد بإنسانيتنا نكون عم نعيش نحنا عم نآمن ببعض ونآمن بغيرنا وبقى نقصن بعضنا على الجنسيات وعلى الأعراق وعلى الدين وعلى السياسات هيدا القصص اللي بمحلات عم تخدنا تنسينا شو جوهرنا نحنا كبشر فينا نحب المغرب من قلبنا ونشجع وننبسط له فينا نحب الفريق البرازيلي من قلبنا ونشجع ونحبه الفريق البورتغالي الفريق الهولندي الفريق الفرنسي الفريق السنغالي كل حدا بيعمل اللي بيحبه فينا عن جد نشجع من قلبنا بس آخرة نهار هالحلم الحلو اللي أخدونا فيه نضلنا عم نعيش رهجته ونعيش وعم نتعلم منه انه هيدا شي حلو نحنا منطبقه بأحلامنا الصغيرة أو الكبيرة بحياتنا ونتذكر انه كلنا واحد بهيد الدين بس مسائبة انه مقصمين كل واحد ببلد وكل واحد بقار وكل واحد بطريقة مختلفة عننا عادات مختلفة عننا قدين مختلفة عننا تقليد وثقافات مختلفة بس بالآخر بالآخر كلنا منرجع من نطف ومن هيس لبعضنا بنفس الطريقة ومنزقف لبعض ومنفرح لبعض فمهم نتذكر هيدا الشي آخرة النهار في شي كتير كان ملفت انا عم بقرأ عن كريستيانو رونالدو بغض النظر مين بيحب بيحب كريستيانو رونالدو بالنهاية ما فينا ننكر انه لاعب كتير شاطر وكتير ماهر وكتير بارع وفي كتير قصص ملفت حتى بحياته على المستوى الإنساني متما كتير في لاعبين بس هلا عم بحكي عنه تحديدا لأنه كمانا كنت عم بقرأ عن قصة حياته انه هو وقتا كانت أمه حامل فيه وبيه كان مدمن على الكحول حسب المراجع الريطة يعني وما كانوا مستنظرين يكون في حمل جديد أو ولد جديد وكانوا عايشين بمحل فيه وكتير فقر بظن الكل بيعرفين كما اني عم بقول شي جديد بس كان الملفت انه هي حاولت الام انه يكون فيه اجهاد يمكن اكتر من مرة لأنه ما كانوا جاهزين لولد جديد وما فيه مدخول أبدا وحتى هي بينه وبنحاله ما كانت مرتاحة انه تكون عم يكفي هذا الحمل ولكن خلق كريستيانو رونالدو وكبير وعاش ببيئة كتير فقيرة بس كان عنده حلم وطور هيدا الحلم واشتغل شوي شوي عليه وبس كمان على عمر معين صار عنده مشاكل على مستوى القلب طر يعمل عمليات جراحية وارتاح فترة ورجع انطلق بعالم الفوتبول ورجع القصص اخد حلمه لأقصى حد وبس كبر حلمه وحقق نجحات وحقق شهرة وحقق مدخول مادة ما نسى ماضيه ما نسى عائلته ما نسى من وين هو من اي بيئة طلع ساعد الكل وآمن بحاله اكتر وقدر كتير اشي بحياته هيدا الشغل بس عم بذكره لا كنا عم بذكر بشغل انه وقت يكون الشيء ازمنته به ولا ممكن قد ما نكون نحن عم نحاول هو يمكن ما كانوا اهله مستنظرين انه يكونوا عم بيخلق ما كانوا جاهزين لولد جديد بس هو الروح طبعوله كان جاية تعمل شيء بهيدا الحياة وهيدا الشيء اللي هو بحياته فأي حدا مننا حتى وقت يكون خلق بعيلة والعيلة ما كانت مخططة لهيدا الحمل او بيقولولنا جيته بالغلط او بيقولولنا انه ما رح يطلع من امر كونشي او عايشين ببيئة كتير فقيرة او عايشين بظروف منا مشجعة وقت يكون عنا حلم والروح طبعولنا عارف شو جاية تعمل شو ما حاولوا الاخرين يعملوا لأحبطولنا من احلامنا اذا نحن عنا تصميم وارادة فينا نوصل محل ما نحن بدنا ففينا يكون عم ناخد الجانب هيدا الجانب من عند كريتيان ورونالدو منحبه او منحبه منلاقيه شاطر ولا مش شاطر بيعجبنا ولا ما بيعجبنا نركز على شو بيعطينا هو من مثال حلو بالحياة وغيره كتير مش بس عم ركز عليه بس لانه قصته كتير لفتتني وكت عم بقرى كتير اشي عنه مثل عن كتير اشخاص بقيين فهيدا شغلة حلوة حتى اللاعبين العرب اللي كانوا عم بيلعبوا اللي كمان بلشوا من محل اللي ممكن كمان كاطفال عم بيحلموا انه يلعبوا بمنتخب او ببلدون او بمحل كتير صغير ووصلوا لمحل حق انه يوصلوا ويلعبوا بمباريات كأس العالم ادي هيدا الشي كان فخر لقلون وشي كتير حلو وكون احنا عم بيعطينا امل انه كلنا فينا نحقق نحافظ على حلمنا نحافظ على شغفنا نحافظ على نواينا وما محل ما بدنا احنا فينا نكون عم نوصل واذا صار في اي حجر عثرة بالحياة او اي تلكق بتحقيق الهدف او تغيرت الاشياء بحياتنا ما نفقد الامل وما نقص على حالنا وما نجلط حالنا نرجع نوعي حالنا لانه فينا نكون عم نرجع مثل ما قالت بكل الحلقة نعيد النظر بكتير تكتيكات بحياتنا نشوف مين الكوتش اللي بدنا مين المدرب البدنا وين منخفف وين منزيد لنكون عم نروح على المحل اللي انسب لقلنا ونقامن انه المقدر ولي هو لقلنا رح يصير بالتوقيت الحقيقي لو كل الناس ناطرة نتيجة مختلفة يمكن هلأ بهذا التوقيت نحنا بحاجة لهذا النتيجة وبعدين رح يكون في نتيجة احسن واحسن واحسن يمكن بطاقة حب ولا مرة حكي عن الرياضة اولا مرة حكي عن هيدا الموضوع او يمكن الرياضة ما بتكون بتهم كتير من المستمعين او المستمعات بس حسيت حبالي اربطهم ببعضهم بهيد الطريقة لنكون عن جد نحنا عم نرجع نتذكر انه نحنا كلنا واحد نرجع نتذكر انه الرياضة حلوة ومفيدة وفيها تكون عم بتسلي مفيدة لطاقة الذكورة السليمة مفيدة انه نحنا نكون عم نتعلم وعم نفرح وعم نعيش اشيه بحياتنا بلحظة معينة فيها تكون عم بتعلمنا نحنا نعملها ونشوف شو فيها بتشبه اشيه من حياتنا طاقة حب كتير كبيرة لكل اللاعبين اللي لعبوا طاقة حب كتير كبيرة لكل اللي يشتغلوا انه يخلقوا هيدا الحلم ويكون حقيقة ويكون في كتير اجيال كانت عم تحلم تحضر كأس العالم ما كان يمكن بيصر لها تروح على دول تانية هلأ حضرته ببلد عربي بكتر تحية كبيرة وطاقة حب كبيرة لكل حدن من الفولنتير اللي كانوا عم بيشتغلوا على الارض اللي كانوا عم بيساعدوا اللي كانوا عم بيخلوا القصص تكون مرينة وتكون حلو وتكون الناس كلها سعيدة مبسوطة طاقة حب لكل الافراد اللي يلعبوا بالمنتخبات العربية لان كلهم عملوا شغل كتير حلو ويمكن لو هلأ ما كان في فرص بس يمكن في فرص على طول للمستقبل إن شاء الله يكون هيدا الهيك الورد كاب ترك انتباعات حلوة أو دروس حلوة عند كل حدا مننا حسب كيف هو بيختار يتطلع عليها وإن شاء الله نكون ضلنا عم نقدر نتعلم كل يوم بحياتنا إشة جديدة من الإشة اللي بتصير حولينا طاقة حب وسلام لكل حدا نشتغل على بناء هيد الملاعب بقطر أنا وقتها كنت بقطر كانت عم تبدأ تنبنى هيد الملاعب كانت بعض الحلم ببدايته والكل عم بيشوف كيف بده يصير هيدا الشي حقيقة وقطعوا العشر سنين والاثناشر سنين بسرعة كتير وصار هيدا الشي حقيقة فكمان تحية لكل الناس اللي بتكون خلف الكواليس يمكن إن الإعلام ما بيزكرة أو ما بيصلت الضوء عليها لكل العاملين العمال اللي كانوا عم بيشتغلوا حجرة حجرة كمان طاقة حب كبيرة لقالوا نمكن هن بمحلات ببيوتهم ببلدانهم سمحوا إنه هيدا الشي كمان يكون عم بيصير حقيقة مع تعاون الجميع من تنظيم بكل اللي شاركوا بالتنظيم وبالتطبيق وبجعل هيدا الحلم حقيقة لكل يكون عم بيحضروا عم بيمبسطوا عم بيفرح فطاقة حب وسلام للجميع من دون استثناء وإن كان الفريق اللي عم بتشجعوه ربح أو رح يربح بالنهائيات بعد كم يوم جود لك وهيدا الشي جيد وإجابي وإن كان ما تأهل أو ما ربح it's okay على طول في فرص ثانية بالحياة مهم اللحظة كيف عشتوها وقدية فرحتو فيها وتكونوا كمانا أنتوا تعلمتوا من الأصص بحياتكم طاقة حب كتير كبيرة إن شاء الله كمانا كل الأهدافكم أو كل الأحلام اللي عم بتقامنوا فيها أو عم برشوا ترسموها للسنة الجديدة تكونوا عم بتعرفوا كيف تعملوا لتكتيك جميل ودفاع جميل وهجوم جميل واختنام الفرصة الحقيقية اللي تكونوا عم بتحقيقوا بيسروا بيحبوا بيتناغوا لقون الأسبوع اللي جاية بحلقة جديدة